اختلفت الأساليب والهدف واحد ربما يصلح أن يكون هذا عنوان المشروع الجديد لعدد من المنظمات الإغاثية العاملة في شمال وشمال غربي سوريا التي ووفقاً للمتطلبات الجديدة وحجم العمل قررت بدورها تطوير أساليبها لتسهيل الإجراءات وإيصال المساعدة لمستحقها الحقيقيين وحسب احتياجاتهم قسائم الكترونية لتوزيع المساعدات هي الطريقة الجديدة التي اعتمدتها عدة منظمات إغاثية في مدينة الباب بريف حلب كآلية لإيصال المساعدات للمستفيدين بحيث تحصل كل عائلة على قسيمة تختلف قيمة المبالغ المشحونة فيها حسب عدد الأفراد لتتمكن من خلالها من زيارة أي متجر يضم جهازاً لقطع قيمة الحاجيات المشترى وهذه المتاجر متوزعة في ناطق مختلفة من مدينة الباب مع بدء تطبيق مشروع القسيمة الغذائية الإلكترونية اتضح أنها تجاوزت العديد من المشكلات ما رفع من قائمة المستفيدين من جهة والمحال التجارية المسجلة لصرف هذه القسائم لديها من جهة أخرى وتمكنت المنظمات من إعداد قائمة بأسماء قرابة أربعة آلاف عائلة في الباب بالتعاون مع مديرية الخدمات الاجتماعية في المجلس المحلي لمدينة الباب بريف حلب اشتركوا في القناة